هاي المحاضرة التطبيقية راح نطبق كل ما تعلمنا لغاية الآن لإنتاج ملف أو لإنتاج صفحة مشابهة لهذه الصفحة اللي تشوفونها أمامكم نقدر أنه نوضحها أكثر هذه هي الصورة للصفحة اللي متكونة من لون الصفحة وبعض التأثيرات الصورية أو الفيجوال يعني المرئية وأيضا هناك أشكال وخطوط ومربعات نص وبعض التأثيرات على الأشكال ومواقعها وأمور أخرى إن شاء الله راح نتعلمها في هذه المحاضرة هذه هي يعني مثال لصفحة خلي نقول مثلا من كتاب مدرسي هذه الصفحة شلون ننشئها وشلون نصممها بالضبط نفس ما هو موجود الآن فنفتح ملف وورد جديد بما أنه إحنا راح نكتب اللغة العربية فإذا نغير اتجاه الكتابة الشرحة هيكون سريع نوعا ما لأنه هو هذا إعادة لما تعلمنا في المحاضرات السابقة فقط لتطبيق ما تعلمنا في إنتاج صفحة معينة مثلا وبعض الخلاص الأخرى اللي لم نتحدث بها في المحاضرات السابقة أول شي نسوي هس هو نغير لون الصفحة لاحظ أنه هنا لون الصفحة هو ليس أبيض بل هو تقريبا يعني لون سمائي هذا الأمر راح نتحدث بإن شاء الله في محاضرة لون الصفحة بس لا بأس أنه نذكره الآن من تبويب تصميم لون الصفحة ونختار هذا اللون أصبح لون الصفحة لون سمائي في الحقيقة أنا تفضيلي الشخصي أنه دائما أحب الصفحات اللي يكون لونها رمادي نوعا ما أحسها أكثر احترافية في يعني وأكثر جمالية وأكثر فخامة تطلع الصفحة فبالتالي هذه لون الصفحة أريد نسوي هذه الخطوط أو هذه الأشكال فلو نلاحظ أنه هذه الأشكال هذا الشكل هو إحنا هنا نسوينا يعني أنه بناء بناء لهذه الأشكال يعني مثلا هذا هو عبارة عن مستطيل ثم متداخل مع هذا الشكل المنحرف طبعا هذا الشكل المنحرف متداخل إلى لغاية هنا وهذا خط يفصل بين الشكل المنحرف وهذا شكل منحرف أيضا وهذا شكل منحرف ومربع صغير حتى يحدد هنا يكون الحدمة التعمودي مع الصفحة فنبدأ نسوي هذا الموضوع إدراج أشكال مستطيل ونرسم المستطيل بنمط معين أصبح هذا المستطيل طبعا نوخر الإطار مالته وإدراج شكل آخر لنختار هذا الشكل هذا الشكل وأيضا واخير الإطار حتى يدمج معا طبعا نقدر نسحبه اللي هنا ونغير الزاوية اللي أريدها لانحراف لنفض أنا أريد الزاوية هذه ثم أدراج شكل آخر لا بأس بأنه نحاذي الأشكال هذا شكل آخر ونؤخر الإطار واللون بلون معين تعبئات الشكل بهذا اللون وتأثير الشكل سيكون التأثير أو نختار هذا التأثير ثم نضغط مع نضغط من نبحة المنفاتيح مع الضغط على click الأيسر من الماوس ونسحب نسخة من الشكل ونقدر أنه نغير اللون وأيضا نسحب نسخة أخرى ما باتجاه لوحة المفاتيح سنحافظ على المحاذات ونعطيه هذا اللون البنفسدي مثلا ونسحب مرة أخرى هذا الشكل ونحاول نعطيه نفس اللون اللي موجود هنا بدون تأثير وندرج شكل آخر اللي هو المربع حتى نسوي الزاوية النهائية وبدون إطار أيضا مثلا نقدر نفصل نكتب هنا مثلا نستخدم حتى نكتب الرياضيات المتقدمة الفصل الرابع مربع نص وفي هذا مربع النص نكتب الرياضيات المتقدمة طبعا نروح إلى نواسط الكلمة ونختار 16 طيب نختار 16 ونحاول أنه الاتفاف أمام النص ما أريد به تعبئه ولا أريد به إطار حتى يكون هي ضيعت المتقدمة وأغير اللون النص يأما من هنا يأما من الشريط الرئيسي أختار لون النص أبيض وكذلك أريد أكتب الفصل الرابع هذه كلمة الفصل الرابع لاحظ هي نفس التنسيق مع الكلمة الرياضيات المتقدمة فأقدر أسحب أيضا نسخة من هذا مربع النص بضغط control مع click mouse الأيسر وأكتب هنا فصل الرابع وأريد أفصل بيناتهم بهذا الشكل فخط وهذا الخط من هنا سينبثق إلى هنا هذا الخط يكون السماكة معينة مثلا أختار سماكة معينة ولتكون هذه واللون أختار نفس اللون الخلفية وكأنما تم فصل الشكل الآن تمام طيب أريد أنضيف هذه كلمة هندسة الدائرة وهذه الصورة فلإضافة هذه الصورة هذه طبعا هي عبارة عن صورة يعني موجودة وهذه الصورة أيضا موجودة رح تلقونها بريسورسزمان محاضرة فمن هذا الجهاز اختار هذه الصورة والتفاف أمام وأحاول أن أحاضيها ثم أسحب إلى حرف الصفحة أو حد الصفحة ثم أريد أكتب هندسة الدائرة ممكن أستخدم من إدراج WordArt وهذا الخط هذا التنسيق أكتب هندسة الدائرة طبعا ممكن أسحب حتى يعني أسحب المربع النص لاحظ أنه النص حتى أنه يمتد على سطر واحد وأختار هذا مثلا الخط والحجم 72 نكتب 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 هذا عبارة عن نصوص ومربع النص ومربع النص الموضوع يعني سهل فنقدر أنه ننسخ بالضغط يعني إذا أريد أن ننسخ قدة عناصر هذا مربع النص مثلا وهذا شكل هذا شكل وفوقه مربع نص وأضغط كونترول سي وأجهنا أضغط كونترول في يعني هذا شكل يعني حتى لا نستر بوقت نسخ طبعا ممكن أنه أعدله بطريقة معينة أصبح هذا الشكل والآن نأتي إلى رسم هذه الدائرة هذه الدائرة نقدر نرسمها من إدراج شكل ودائرة هسا رح أرسم دائرة بس اللي رح يرسم هو بيضوي إذا أريد أرسم دائرة متكاملة ودائرة كاملة و يعني دائرة منتظمة الشكل فبالضغط أنا ضغط هسا على كلك الماوس الأيسر بالضغط على shift لاحظ من أضغط على shift رح أصبح عبارة عن دائرة منتظمة الشكل وأسحب بالماوس الأيسر ومن ثم أفلت shift والماوس وهنا هنا أقدر أعدل الحجم الدائرة هذه الدائرة نريدها مفرغة المساحة ولكن لها حد هذا الحد أزرق فالتعبئة أريدها بلا تعبئة إطار الشكل أريده هذا اللون أزرق وإطار الشكل أريده بسماكة معينة ولتكون هذه السماكة نلاحظ أن هذه نقطة المركز طيب هذه نقطة المركز شلون أضعها في مركز الدائرة بالضبط أو تقريبا بالضبط الموضوع هنا موضوع يعني قد يكون هندسي أكثر مما هو يعني خبرة موضوع خبرة هندسية شأسوي جر خط عمودي طبعا إذ الخاط بالمناسبة لرسم الخاط الخاط من أرسمه أضغط على أي منطقة بالكليك الماوس الأيسر ثم أسحب إلى أي مكان وأفلت كليك الماوس الأيسر رح يسحب الخط طيب إذا أردت خط عمودي تماما هنا العمودي تماما أنه أقدر أضغط كليك بأيسر بالماوس وأضغط الشيفت وأسحب إلى أسفل رح يكون الخط عمودي تماما بحيث حتى لو غيرت اتجاه الماوس هو رح ينزل عمودي وأيضا خط ثاني من هذا المكان أريد أفقي فأضغط مع الشيفت رح يكون الخط أفقي تماما هسا في هذا في المنتصف أقدر أرسم دائرة صغيرة وهذه الدائرة وهذه الدائرة أضعها في المنتصف ثم أحذف هذه الخطوط أصبحت الدائرة تقريبا في المنتصف بدقة كبيرة طيب أريد أرسم نصف هذا الخط المقطع نصف القطر فأيضا أشكال خط وأسحب من أي مكان من هنا إلى هنا وأعطي هذا الخط لون أحمر وأعطي سماكة هذه السماكة والشرط أستخدم الشرط لتقطيع الخط هنا أنواع للخط المقطع بهذا الشكل أنتهينا من رسم الدائرة نأتي الآن إلى النصوص مساحة الدائرة ونصف القطر ومحيط الدائرة نقدر هذه ما دام هي نصوص متغيرة هذه النصوص باستخدام مربع النص فأكتب نصف القطر والتفاف أمام وأعدل في الخط الخطوط أطف ونصف ونصف وأجعل التعبئة بلا تعبئة وبلا إطار لأن أريد فقط النص ما أريد المربع المحتوى النص فيه وحتى أنه مثلا أريد أنه أدور النص بزاوية معينة هذا السهم الملتف إذا ضغطت على كليك الماوس الأيسر ومن ثم سحبت راح يلتف النص فبالتالي أضع النص أضع النص بهذا الشكل وأيضا نص مساحة الدائرة هذا أيضا مربع نص أكتب به مساحة الدائرة وأعمل فيه تنسيقات أيضا بصورة سريعة أعطيه هذا اللون وأخفي الإطار أصبح بهذا الشكل طيب عندي هنا نص محيط الدائرة لو لاحظ محيط الدائرة وكأنما يتبع الانحناء محيط الدائرة يعني نص منحني هذا كيف نعمل نصوص منحنية أو نصوص عليها تأثيرات كأنما انحناء أو ضغط أو غيرها فندرج بالبداية مربع النص ونكتب محيط الدائرة ونسقه تنسيق معين أو خلي أسود ونخفي الحدود ومحيط الدائرة كيف أجعل من النص يلتف مثلا على طول انحناء معين أو تأثيرات أخرى طبعا في تنسيق لمربع النص هناك تأثيرات للشكل تكلمنا عنها وكتأثيرات للنص إذا ضغطنا على تأثيرات النص راح أكو قائمة أو أداة اسمها تحويل تحويل هنا لاحظوا هنا النص كيف يمكن أن يظهر بشكل مثلا دائري أو شكل مضغوط أو غيرها من الأشكال مثلا هذا الشكل هذا الشكل معين أو تستطيع اختيار هذا الشكل وأيضا تستطيع تعديل الانحناء إذا كانت الكلمة أكبر يعني تخذ مساحة بالسطر أكبر تستطيع تعديل الانحناء وتستطيع إدراج أي تأثير أنت تغبيه فخلنا نخلي هذا التأثير أجمل هذا هذا التأثير أجمل يمكننا أيضا تصغيره وبقعدنا هذه المعادلات للدائرة واللي هي طبعا قبل المعادلات لو تلاحظون هذا الشكل المخفي هذا الموجود في الزاوية من الصفحة هذا هو عبارة عن صورة وهذه الصورة أيضا موجودة في ضمن الريسورس لهذه المحاضرة هذه هي الصورة هذه الصورة نجعلها خلف النص لأننا نريدها بالخلفية ونقدر مثلا نكبرها ونسحبها إلى زاولة الشاشة بحيث يظهر ربع من عدها بهذا الشكل يعني تأثير جميل أصبحت بهذا الشكل هل سألون صغر أصبح تأثير جميل جدا للصفحة بإمكان استخدام الصور تقليل شفافيتها باستخدام الفوتوشوب أو غيرها ولكن إدراجها بهذا الشكل في الصفحة يعطيها جمالية واحترافية فهس نجي ندرج هذا الشكل وهذا الشكل هو في الحقيقة عبارة عن SmartArt وتحدثنا عن SmartArt فمن إدراج SmartArt هذا الشكل هو أحد الأشكال SmartArt استخدمته في هذا تقدر تستخدم أي شكل عجبك لكن فضلت استخدام هذا الشكل طبعا أستطيع التصغير التفاف النص أمام وتصغيره شكل معين ومن تصميم أختار اللون مثلا هذا التلوين وأبدأ أكتب هنا النص مثلا مساحة الدائرة وأعطيها تنسيق معين مساحة الدائرة لاحظ أنه مساحة الدائرة هنا هذه معادلة فإذن أضغط هنا وأذهب إلى وأذهب إلى وأذهب إلى إدراج معادلة وأكتب المعادلة معادلة مساحة الدائرة واللي هي أي أو هي مساحة معادلة مساحة الدائرة موجودة جاهزة من ضمن المعادلات الجاهزة في الورد ففقط أضغط عليها وأقدر أنه أحددها وأجر التنسيقات عليها مثلا أختار هذا التنسيق وأيضا هنا نصف نصف قطر الدائرة هذا كان 16 وهذا 16 الحجم طبعا هو هذا أيضا عبارة عن مربعنا وسأقدر أحددها وأسحبها حتى يتناسق وأيضا أقدر أدرج المعادلة هنا اللي هي معادلة نصف قطر الدائرة الـ R تساوي تحت الجذر أي على buy إدراج معادلة أكتب R تساوي وهنا تحت الجذر أضغط A على و buy أختار buy من هنا وأذن أقدر أيضا أنه 18 نوع الخط حجم الخط عفوا وتأثير اللي هو هذا طبعا أقدر أصغرها حتى تكون داخل نقوم 16 وهنا محيط الدائرة أقدر أدرج المعادلة أسحب حتى يكون ضمن التناسب مع الناس وهنا أستطيع إدراج معادلة وهي معادلة محيط الدائرة محيط الدائرة circumstance C تساوي 2 في buy في R إدراج معادلة C تساوي 2 والبي أقدر أجلبها من هنا في R وأيضا أستطيع أنه تنسيق أختار هذا التنسيق تقدر تكتب النص أيضا إذا ضغطت على هذا المؤشر تقدر تكتب النص هنا وينزل مباشرة على السمارت أرد حاليا أكملنا هذه الصفحة لو نلاحظ أنه نفس العمل سوينا اختلافات بسيطة أكيد يعني فهذا هو ما تعلمنا لغاية الآن من إدراج الصور النصوص المعادلات السمارت أرد وغيرها من الأمور التي تجعلنا ننتج ملفات ومستندات احترافية في الحقيقة كل الأدوات هي متوفرة تبقى أنت رؤيتك وفكرتك التصميمية كيف تجعل من هذه الأدوات تخلق منها شيء جميل يعني مثل هي مثل النحت أو مثل الرسم أنت تعرف أنطيك الفرشات وأنطيك اللوحة وأنطيك الألوان وأنت اللي ترسم فلذلك حاول أن تطلع على تصاميم كثيرة حاول أن تطلع على مفاهيم للتصميم كثيرة حتى تكون عندك رؤية ونظرة تصميمية جميلة تقدر تنتج بها مستندات نصية رائعة واحترافية تنتج بها مستندات نصية رائعة واحترافية شكرا